السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الرابع في مادة التربية الفنية عنوان درسنا مسكن الصغير عمل مجسم منزل على العلب الكرتونية في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها للدرس أيضا أنستي وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي كذلك أتابع الدرس حتى نهاية لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ رائع ألجأ لكبار لمساعدتي في ذلك كذلك أحافظ على النظافة فقد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ أولا إذا اتسخت دايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون فتعود نظيفة أيضا أحافظ على ملابسي لا ألطخها بالألوان كذلك المكان الذي أعمل به دائما أبقيه نظيف فأضع النفايات قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها أضعها في سلة المهملات طاولتي تبقى دائما نظيفة هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا هو كما أخبرتكم مسكني الصغير عمل مجسم منزل على العلب الكرتونية لدينا هدف عام وهو أن يصنع الطالب والطالبة مجسم لمنزل على العلب الكرتونية كذلك لدينا أهداف خاصة أولا أن يستنتج الطالب والطالبة تعريف المسكن ثانيا أن يسمي الطالب والطالبة الأشكال الهندسية ثالثا أن يربط الطالب والطالبة بين الأشكال الهندسية والشكل الخارجي للمسكن رابعا أن يقص ويلصق الطالب والطالبة الورق الملون على العلب الكرتون خامسا أن يستخدم الطالب والطالبة الصمخ بمعايير مختلفة دعونا نراجع ما أخذناه سابقا تكلمنا في الدروسة الماضية عن مكان نعيش فيه ونسكن فيه ما اسمه؟ أحسنتم إنه المسكن أو المنزل أو البيت إذن نحن نسكن ونعيش في المنازل أو المساكن أو البيوت كما ترون هذه المنازل وهذه المساكن مختلفة الأشكال ومختلفة الأحجام صغيرة أو كبيرة والحكم مع من نسكن؟ مع من أسكن؟ أسكن مع أسرتي من هي أسرتي؟ أمي أبي إخوتي جدي وجدتي أيضا من أسرتي إذن أسكن مع أسرتي قلنا أيضا أن للمنزل حجورات وغرف متعددة في الاستخدامات دعونا نتذكر لدينا المطبخ ماذا نفعل بالمطبخ؟ ماذا تفعل أمي بالمطبخ؟ تعد أشهر المأكولات أيضا لدينا غرفة المعيشة ماذا نفعل بغرفة المعيشة؟ نجلس مع أسرتي أجلس مع أمي وأبي وإخوتي أتحدث معهم أقوم بمشاهدة برامج التلفاز المفيدة إذن هذه هي غرفة المعيشة لدينا غرفة النوم حيث أنام وأرتاح وأستيقظ مبكرا للذهاب للمدرسة كذلك قلنا في دروسنا الماضية أن المنازل والمساكن تشبه في شكلها الخارجي الأشكال الهندسية دعونا نتذكر الأشكال الهندسية مع بعضنا لدينا الشكل الأول ما اسم هذا الشكل؟ ذو ثلاثة أضلع رائع إنه المثلث هيا أنطقوه مثلث أحسنتم لدينا شكل هندسي آخر كما ترون ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ دائرة هي يرددوها دائرة رائع لدينا شكل هندسي آخر ذو أربعة أضلع متشابهة في الطول ما اسمه؟ مربع أحسنتم هذا هو المربع شكل هندسي أخير يشبه المربع ولكن أضلعه ليست متساوية فكل ضلعين متقابلين متساوية في الطول ما اسم هذا الشكل؟ رائع إنه مستطيل هيا رددوه مستطيل رائع جدا هذا ما تعرفنا عليه في الدرس الماضي الأشكال الهندسية تشبه المنازل في شكلها الخارجي دعونا نرى ونمثل على هذا المسكن وعلى هذا المنزل لدينا الشكل الهندسي أول المثلث في أعلى المنزل شكل هندسي هو مثلث لدينا مستطيل النافذة شكلها شكل المستطيل نافذة أخرى أيضا شكلها متل شكل المستطيل لدينا أيضا مستطيل آخر هو الباب أحسنتم إذن شكل مستطيل آخر كذلك درسنا في الدرس الماضي إلصاق الورق الملون على العلبة الكرتونية كما ترون تعلمنا كيف نقوم بإلصاقها اخترنا ورق ملون اخترنا هذا اللون الأزرق الفاتح وتعلمنا كيفية إلصاقه على علبة الكرتون باستخدام ماذا؟ باستخدام الغراء تعلمنا كيف نثبته باستخدام الغراء أيضا رسمنا النوافذ على الورق الملون كيف ذلك؟ تعلمنا كيف نرسم النوافذ أو الشباك على الورق الملون كما ترون تعلمنا كيف نرسم ورسمنا أخبرتكم أننا سوف نرسم نوافذ عديدة لماذا؟ حتى نستطيع إلصاقها على جميع جهات مجسم المسكن أو المنزل نريد أن نصل في نهاية هذه الدروس إلى هذا الشكل الجميل أو هذا المجسم على شكل مسكن هذا ما رأيناه في دروسنا الماضية ماذا عن درسنا اليوم؟ لدينا قص وألصاق النوافذ على مجسم المنزل هيا نقص ونلصق هيا نبدأ ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى النوافذ التي رسمناها وبالتأكيد سنحتاج إلى المقص نستخدم مقص الورق لا نستخدم المقص الحاد إذا احتجنا إلى استخدام المقص الحاد نطلب من الكبار مساعدتنا أختي الكبيرة أخي الكبير أمي أبي هيا نبدأ أيضا سوف نحتاج لإلصاق النوافذ على بلد الكرتون سوف نحتاج إلى الغراء هيا نبدأ سوف نمسك بالورق الأولى ونبدأ بقص النافذة الأولى نقص كما ترون على شكل هذا المستقيم بشكل مستقيم كما ترون أمسك الورقة بيدي والمقص بيدي الثانية وأقص على حدود الخط الأسود الذي رسمته أريد أن يظهر لي الخط الأسود حدود النافذة عندما أقوم بإلصاقها كما ترون هنا أبدأ بقص الاتجاهات النافذة من جميع الاتجاهات أتأنا وأقص أنتبع وأنا أقص هذه النافذة الأولى قمت بقصها قمت بقصها هيا نرى مرة أخرى النافذة الثانية سوف أقوم بقصها أيضا بهذا الشكل كما ترون أتأنا وأنا أقص أقص بهدوء هل أسرع وأقص بطريقة سريعة أقص بهدوء حتى أستطيع أن أقص الشكل بطريقة مرتبة وجميلة كما ترون الآن سوف أقوم بتثبيته على علبة الكرتون المغلفة هيا نبدأ بالتأكيد سوف نحتاج إلى الغراء أقوم بوضع كمية مناسبة من الغراء خلف في الجهة التي لم أرسم بها خلف النافذة التي رسمتها وأقوم بعد ذلك بتثبيتها كما ترون أترك جزءا في الأعلى مسافة في الأعلى وألصق النافذة أيضا هنا سوف ألصق نافذة أخرى كما ترون أضع كمية مناسبة من الغراء وأترك جزء بين النافذة الأولى والنافذة الثانية أترك فراغ وألصق النافذة الثانية أيضا هنا سوف أترك فراغ حتى أستطيع رسم الباب في الدرس القادم وألصاقها أكرر العملية قص النوافذ وألصاقها في الجهات الأربع كما ترون على هذا المجسم كررته في جميع الجهات بعد أن تعلمنا كيف نقص ونلصق لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح للطالب والطالبة مساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته